السلام عليكم اشتركوا في القناة موضوع اليوم عن مادة مفيدة جدا لجسم الانسان هي مادة الشلاجيت طبعا هي مادة معدنية موجودة بالهيملايا بأعالي جبال الهيملايا في الهند يستخدم بالطب الهندي منذ القديم طبعا الجرعة الموصفية هي من 300 إلى 500 ميلي جرام يوميا وممكن تحصل على نتائج جيدة وفائلة جدا بعد 90 يوم هذه مادة غنية بحمد الفوليك وحمد الفالفيك وكمان غنية بالحديد بالزنك بالماغنيزيوم وغيرها من المواد المفيدة معدن أو فيتامينات حوالي 85 معدن أو فيتامين طبعا لا يوصح فيها للأطفال أو للمرأة الحامل أو المرضى تستخدم في كثير من الشغلات ومفيدة جدا وأثبتت فعاليتها وفي عليها دراسات كتير ونجاحات كتير ومثل ما أنا كانت استخدم بالطب الهندي منذ القدم طبعا هي إلى فوائد مثلا بأمراض الدماغ اللي هي أو بمرض الألزايمر فهي بتحسن من خلايا الدماغ بتبطئ من الألزايمر وبتحسن قدرة الدماغ على التذكر كما اثنين هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي فهي بتحافز على بتحافز وبتتنظم حمض المعدة وبتبطن جدران المعدة فهي بتوقي كمان من القرحات كمان هي مفيدة جدا للكبد بتخلصه من السموم وبنفس الوقت كمان هي بتمنع وبتوقي من سرطان الكبد كمان هي مفيدة جدا لأمراض الأنيميا فقر الدم لانها غنية بالحديد فهي بتخلصنا من أمراض فقر الدم كمان هي مفيدة جدا بالنسبة للتقدم بالعمر الأيجينج فهي بتمنع علامات التمدد بتخفف من علامات الشيخوفة كمان هي مفيدة لأمراض التعب المزمن فهي بتخفف من آثار هذا المرض وبتنشط جسم الإنسان وخصوصا المرأة كمان هي مفيدة للرجال فهي بترفع هرمون التستستيرون وبتزيد عدد الحيوانات المناوية فهي مفيدة جدا في حالات العقم وكمان هي مفيدة بتمنع تساقط الشعر وبتخفف الدهون بانطقة البطن الكرش كمان هي مفيدة جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية كمان هي مفيدة جدا لأمراض الأكزيما الربو أمراض التنفس كمان هي أثبتت فعاليتها هي خصائصها مضادة للفيروسات فهي بتزيد مناعتنا ضد الفيروسات ومثل ما أنها لازم ما ناخد أكثر من 300 إلى 500 ميلي جرام يوميا ونحصل على النتائج بعد تسعين يوم وشكرا للمتابعتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة